موسوار خفت صندوق النقد الدولي توقعاته لنموء العالمي إلى 3.1% بالألفين وثلاثة عشر وهو نفس المستوى الذي تحقق العام الماضي أما السبب في عود إلى تباطئ اقتصادات الدول الناشئة والركود الاقتصادي بأوروبا وحذر صندوق النقد من سلامة الاقتصاد العالمي بعدما أدى تقليص التحفيز النقد بالولايات المتحدة إلى انخفاض تدفق رؤوس الأموال وإلى تراجع النمو بالدول النامية وحذر الصندوق من التباطئ بالصين يلي بيشكل خطر كبير على الاقتصاد العالمي وأوروبيا خفض تويكيري ساندرد أنبورز التصنيف الاقتماني لإيطاليا درجة واحدة من تريبل بي بلاس إلى تريبل بي مع نظرة مستقبلية سلبية وبيعود تخفيض تصنيف إيطاليا إلى ضعف أفاق النمو الاقتصادي بالبلاد وأكدت أسان بي أن البلاد تعاني من مشكلة بالتنافس الاقتصادي بالإضافة إلى جمود بسوق العمل ولكن يبدو أن سئة المستثمرين لم تهتز نتيجة عدم إعطاء أهمية كبيرة لخطوة ساندرد أنبورز إشارة إلى أن تخفيض التصنيف الاقتماني بيؤدي إلى زيادة تكلفة الديون وبالتالي إلى أعباء إضافية على الدولة وإلى عالم الماركات الفاخرة مع أعلان شركة بوربوري ارتفاع مبيعاتها 18% بالربع الأول من العام لتجيوز التوقعات السابقة وارتفاع مبيعات بوربوري أتى على الرغم من تراجع الإدرس الشرائية لعدد كبير من الأشخاص بأوروبا ومختلف دول العالم مع زيادة المشاكل الاقتصادية وبلغت إيرادات الشركة أكثر من 500 مليون دولار بثلاثة شهر وأيضا على الرغم من الأزمة الاقتصادية أعلان شركة بنتلي موتورز التابعة لفولزفاغن أن مبيعاتها بالنصف الأول من العام ارتفعت 9% بعدما عودت زيادة المبيعات بأوروبا والولايات المتحدة تراجع المبيعات بالصين